النهاردة بقى حلقة مهمة جدا جدا لينا كلنا بجميع الاعمار اليومين دول كده طول الوقت بنلاقي شكوى ادخل البيت احس ان انا مخنوقة احس ان انا مصدعة طول الوقت لقي الناس يقولك انا عندي صدع نصف غريب انا مخنوق انا حس ان انا عايزة اغير جو يجي نسافر ونغير جو نرجع نحس ان احنا مخنوقين اكتر نهدى شوية لو احنا روح نقعدنا على بحر ولا جددنا الطاقة لكن اول ما بندخل البيت نحس ان احنا مخنوقين كده كده مش طايقة نفسي تلاقي الام دخل عمالة زعق والولاد بيزعقه وده بيعيط وده بيزعق وده بيتخانق وتلاقي الولاد كله ما سكين في بعض هو فيه ايه مش عارفة تروح الشغل تبقى عايز عندك الطاقة ان انت تشتغل وتدي في شغلك بس تلاقي نفسك كده ايه عندك خمول حاسة ان انا عندي خمول وكسل غريب كل يوم قبل ما بنام بناخد مية قرار انا بكرة هنزل اروح الجم بكرة هبتدي اعمل دايت لازم يبقى جسمي حلو لازم اعمل واعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نسحة الصبح عندنا خمول وكسل ولا قادر اعمل اي حاجة من لنا قررتها قابليها بليلة طيب تروح في اي مكان اللي هو انا لابسة وخارجة عايزة انبسط انا عايزة اشوف صحابي وانبسط يعني يوم في الاسبوع بعد كل عناء الاسبوع والشغل والحاجات دي كلها اول مخرج حس ان انا عايزة نام مش قادر اتكلم بيتكلموا في حاجات ما عنديش طاقة اخد ودي الناس دلوقتي تلاتة ارباحة صغيرين وكبار شباب وكبار كل الاعمار يقولك انا ما بقاش عندي طاقة انا ما بقاش عندي طاقة ليه ده انت لصة صغير طاقتك راحت فين يقولك مش حالف ما عنديش خلق كمان حتى العلاقات اغلبها دلوقتي بيبوز بسبب ان كل واحد من الطرفين ما عندوش خلق انه هو يعاتب ويبرر ويجري في العلاقة ويعمل مجهود زي زمان اللي هو ها اول خناء اخنقتين لا انا ما عنديش طاقة والله هتخانق يلا احنا فركش فموضوع الطاقة ده بقى مهمة قوي ان احنا ازاي يعني انا طاقتي طاقتي انا بتروح فين يعني الطاقة دي اللي هو دلوقتي بقيت منجم دهب يعني بنحافظ على طاقتنا زي ما بنحافظ على صحتنا ايه الحاجات اللي بتستنفذ الطاقة ايه الحاجات الغلط اللي انا بعملها بتخلي عندي كسل وخمول ومش قادرة تحرك وعايز انام طول الوقت وطول الوقت دماغي واجعاني ومصدعة وعايز انام وبتاوب فناس كتير قوي تفسرها لا انت محسودة لا انت خدتي عين جبارة النهاردة قال حسد موجود وقال عين علينا حق يعني لما حد بيديك عين تمام بس برضو احمي نفسي ازاي من الحسد ومن العين وازاي اخلي طاقتي طول الوقت متجددة انتو عارفين ان الطاقة بتتجدد زي بالزبط كده العربية لما بيخلص البنزين العربية لازم حط بنزين عشان العربية تمشي فاحنا كمان البنزين بتاع حياتنا هي صحتنا وصحتنا النفسية وصحتنا النفسية ما بتبقاش تمام غير لما بيكون طاقتي حلوة يعني عندي طاقة ايجابية عندي كده طاقة ونور وشعاع كده تحس بتدخل مكان تقلبه ماهدي طاقة فانا ازاي اجدد الطاقة دي وازاي لما بقى محسودة حتى اضيع ازاي طاقة الحسد دي واشيلها خالص من على جسمي وابتدي طاقة جديدة حاجات كتير اوي هنتكلم فيها النهاردة واسئلة كتير اوي انتوا بعدتون عليها النهاردة طاقة البيت طاقة البيت ازاي تبقى بيتي فيه شمس وفيه طاقة حلوة وفيه راحة نفسية هل الزرع بيفرق هل لما بخر بيتي بيفرق هل لما شغل القرآن في بيتي بيفرق حاجات كتير اوي اسئلة انا عارفة ان هي بتدور في دماغكم النهاردة هكون معايا ضفتي المتميزة جدا اللي احنا نبقى صعدة جدا بكل الاسئلة اللي انا اتراح عليها النهاردة خبيرة الطاقة الاستاذة حنان زينال هنتكلم معاها في كل حاجة وكل الاسئلة اللي بتدور في دماغكم النهاردة ان شاء الله هنرد عليها كلها